تقييم بداية للردع الأمريكي بشكل عام في المنطقة قبل أن نتحول بشكل مباشر للأحداث الأخيرة في العراق وفي قاعدة العمر أود أن أسألك هل ترى فعليا من منظور استراتيجي أن قوات الردع الأمريكية سقطت وفشلت في المنطقة مع تحدي الفصائل جميعها على مختلف الجبهات الولايات المتحدة وبدل ما أن نشوف تخفيف لحدة الهجمات نرى تصعيد من قبل هذه الفصائل فيما يعيدنا لمقالة توماس فريدمان من يومين عندما شبه الولايات المتحدة بالأسد العجوز وإيران وفصائلها بالدبابير الطفالية هل توافقه هذا الطرح؟ دعيني أتكلم عن بلدي وعن الضربة الأمريكية الأخيرة التي صدعوا رؤوسنا بها حقيقة صدعوا رؤوسنا نحن من قبل أسبوع الكل في العراق وخاصة المتابعين دخلوا في حالة انذار نعد الدقائق والساعات أتت الضربة الأمريكية وذهبت الضربة الأمريكية وستسقط الصواريخ على رؤوسنا مثل 2003 والنتيجة ضربة على مقرين في عكاشات مقر تابع للطبابة ناس ناس أطباء يعني يعملون في السلك الطبي تابعين للحجز الشعبي وضربة على مقر قيادة حمليات الأنبار اللي هي معروفة ومكان معروف ولم يتغير يعني لذلك هم لم يخلوه لأنه بعيد عن موضوع استهداف القواعد هم يعلمون جيدا يا سيدتي من يستهدف القواعد ومن أين الاستهداف القواعد الأمريكية الموجودة القواعد اللي تحوي أمريكان دائما يتم من خلال أهداف متحركة أهداف متحركة يعني أنا لست أقوم من هذا المكان خلص أطلق الصاروخ أو أطلق من السيارة وأبقى في مكاني لا أهدافهم متحركة هم أتوا وجدوا أهدف جاهز ووجدوا كدس عتاد والكدس عتاد مكانة كان معروف ضربوا وقتلوا المدنيين وقتلوا العسكريين اللي يعملون بالطبابة ومقر عمليات الأنبار يعني يسأليني عن تقييم الضربة يعني هي منطقة السكة والهذه يعني أستغرب يعني أنا كضابط وكمتابع يعني أنت وين وشنو اللي عملتو بعد الضربة في سوريا ماكو مشكلة شو اللي يضربوه في سوريا ما أعرف لكنه الضربة في العراق لا يعني صح أنطت 16 ضحية أنطينة وجرحة وهذه لكنهم ليسوا المقصودين يا سيدتي ليسوا المقصودين هذا الكلام اللي يجب أن يفتهموه يعني هم عملون هالشو هذا وصار سبعة أيام أو عشرة أيام نحن منتظرين والوكالات العالمية تنتظر والنتيجة أنا بهذا السبب سألتك أنه هل فعليا فقدت الولايات المتحدة هيبة أو قوة الردة عندها يعني بالحديث عن جيك ساليفن مستشار الأمن القومي الأمريكي عندما يهدد إيران بالمزيد من الهجمات ضد الميليشيات ويعجز عن الإجابة عن سؤال المذيع عندما تسألوا ما هو تقييمك لنجاح هذه العمليات هل قتل مستشارين بالحرس الثوري هل فيه تقييم لمستوى الضرق لم يتمكننا الإجابة يعني هذا مستشار الأمن القومي الأمريكي لا يوم أمس القائد العام السيد السوداني زار الجرحى وتكلموله يعني هم موظفين بالطبابة والله يعني أنا يعني ذولة معرفة ذولة هل تعلمين هذه الأعمال اللي يعملها بايدن نتيجة ضغط الجمهوريين داخل الولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة قبل ما يعني نتحول إلى محور آخر الآن هناك زيارة للسيد علي أكبر حمديان اللي هو أمين عام المس الأمن الإيراني يعني وصل بغداد يعني يبدو أنه سيجتمع أيضا أنا أعتقد مع السيد قاسم لعرجي والسيد محمد الشاعر رئيسي وزراء هذه يعني لين متعلقة بالتطورات الأخيرة فيا ترى ما هي رسالة اللي ممكن أن ينقلها للقيادة العراقية يعني هذا الحدث قبل ساعة أعتقد يعني من الآن المهم نرجع إلى موضوع الضربات فالضربات هذه أتت تعضغط الجمهوريين على الديمقراطيين داخل الولايات المتحدة يعني يكفيها يعني يقول نحن لن نستهد في إيران وإيران تقول بأنه إحنا ليس لدينا خبراء في العراق وسوريا وليس لدينا علاقة بالعمليات الأخيرة وخاصة عمليات البرج 22 يعني الثمين طرفين نأوا بنفسهم واختاروا العراق كمنطقة لقتالهم حقيقة في العراق يعني كنت أود أن أستذكر أنه مسألة تقييمك أيضا لهذه الضربات يعني ترامب بضربة واحدة أسقط سليماني اليوم إدارة بايدن بمئات الصواريخ هل تسمعوني أستاذ سرماد لا تسمعوني في هذه الأثناء سنحاول إعادة الاتصال فقط للتعليق أيضا على مسألة الهجوم الذي شنته عدد من الفصائل أيضا العراقية على حقل العمر هذا الهجوم الذي يعني أوقع خمس قتلى في صفوف الكوماندوس كوماندوس قصد في هذا الحقل الذي فيه سيطرة لفصائل أو لعناصر من قصد ولأيضا القوات الأمريكية وعدد من قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش ويبدو هذا الهجوم بمسيارات كان ضخم جدا أيضا من قبل الفصائل العراقية بعد الضربات الأمريكية التي طالت عدد من المواقع في سوريا والعراق خلال الأيام الماضية ليأتي هذا الرد وهذا التصعيد الخطير جدا من قبل الفصائل بطبيعة الحال والذي أوقع كما ذكرنا عدد من القتلى خمس قتلى إضافة لحوالي عشرين جريح في صفوف هذه القوات مما يستدعي أيضا أو يطرح الكثير من التساؤلات حول جدوى الضربات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة وعن نجاح هذه الضربات التي قامت بها كما تقول ويقول مستشار أمنها القومي أنه ستأتي على موجات في الوقت الذي يقول فيه ضيفنا من العراق سرمد البيات أنه يعني البلاد المتحدة تشن هجمات لربما بينما الفصائل تقوم بإطلاق هذه الصواريخ من أهداف متحركة أستاذ سرمد هل تسمعوني في هذه الأثناء؟ أسمعك أسمعك نعم بالنسبة للاستهداف الفصائل العراقية اللي صار أيضا على حق العمر النفطي ورح خمس من الكوماندوس من قبل قصد أيضا في هذا الهجوم لا نعرف إلى أي مدى كان هذا الهجوم فعليا دقيق لتحييد لربما قوات أمريكية والرسالة التي يحملها أيضا هذا الهجوم بعد الاحتفال الأمريكي بنجاح الضربات على مواقع في العراق والسوريا ليأتي الرد من الفصائل بهذا الهجوم الدامي أيضا على هذه القواعد يعني سيدتي خلي أوضح موضوع بسيط اللي أعلن تعليقه إلى العمليات الأسكرية هم كتاب حزب الله العراقي أتمنى التركيز على هذا الموضوع البيان صدر بإسم توقيع حزب الله العراقي بقية فصائل المقاومة الإسلامية لم يذكر أي طرف منهم أنه وقف عملياته لا بل سيد أكرم الكعبي أمين عام النجباء يوم أمس أيضا نزل تغريدة يقول سنختار المكان والوقت المناسب للرد على الضربات الأمريكية للحجز الشعبي يعني لحد الآن التهديدات مستمرة وربما تتحول موارد حزب الله العراقي إلى النجباء هذا كل شيء مقبول يعني هم غرفة عمليات عدهم مكونة داخل العراق هم بيناتهم هذا الموضوع لذلك لو صدر بإمضاء المقاومة الإسلامية في العراق لكنت قلت لك أي استهداف ماكو هم يوميا يستهدفون الشدادي خراب الجير حقل العمر كوني كون قاعدة الأسد قاعدة أربيل يوميا هذه الاستهدافات ضمن نشاطات محددة وحتى هناك من يستهدف مناطق داخل إسرائيل قبل بيوم الضربة بيوم ضربة الكنف والركبان يوم ضربة البرج 22 كانت هناك ضربة أيضا في حيفا فلذلك هل تخشى سيد سربت فقط بشكل مختصر تكرار سيناريو كابل في الأراضي العراقية والخروج الأمريكي من العاصمة لا 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 لهذه الدرجة خروج منه خروج منه قوات الأمريكية فقط عادي هذه قوات الأمريكية لا لا هم ما موجودين بهذه الكميات هم موجودين يا سيدتي بحماية القوات العراقية أنا شفتهم بعيني زرتهم بأربيل هذولا موجودين داخل قواعد السور الخارجي كل عراقيين كل عراقيين أنت ما تشوفين أمريكي ما تشوفين أجنبي يعني لازم تدخلين بالعمق يالله موجودين ضمن مساحات محددة يعني إذا يريدون الفصائل يجمون عليهم بداية لازم يشتبكون ويا الجيش عراقي يشتبكون يالله بعد ذلك ممكن أن يشتبكون معهم هذا ما تروج له الفصائل شكرا جزيلا لضيفي الكريم من إربيل الخمير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية سرمد البياتي شكرا جزيلا